إِنَّ إِبَاهِمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُومِ صوت الجبل يبدأ بقرار البيات بصوت عميق جداً ولكن سرعان ما ذهب إلى قرار الرصد ثم إلى جواب الرصد سمعت منه تلاوى لم يتعدى هذين المقامين ومع هذا يقول نغم كثير ولكن يعرف أين جمالياته وأين تميزه يذهب إلى الصوت الجهوري القوي أعتقد أن هذا الصوت تربى وتعلم وتدرب كثيراً على القراءة بدون مكبر صوت يشارك بجلال القرآن وعظمته يبدأ بقرار البيات ويذهب إلى الرصد يبدع فيه كيفما يشاء ولا يشارك أنه يكرر جملة نغمية هكذا بسم الله الرحمن الرحيم هناك باور في الصوت لو عملنا مقارنة بين القارئ الذي صوته يقول صوت مفتوح صوت جهوري والصوت الخافت الصوت المنغلق هكذا قُلِ دَو اللّه الجهورية في الصوت قُلِ دَو اللّه صوت منغلق كان الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله يعتمد على هذا الأسلوب الصوت الذي فيه جهورية فيه باور فيه قوة لابد أن نطلق عليه حقاً هذا هو صوت الجبل